مع حضراتكم مرة تانية لتسليم كأس مصر وهوض أمام حضراتكم على شاشة قناة النادي الأهلي الأهلي يحقق موسم استثنائي ويفوز بالرباعية الكرة الطائرة للرجال يفوز بالدوري ثم يفوز بالصبر أولاً ثم الدوري ثم بطولة أفريقيا الأسبوع الماضي ثم الأسبوع الحالي واليوم والآن يفوز بكأس مصر للرجال للكرة الطائرة وأمام حضراتكم بيسلموا الأول المركز الثالث اللي هو فريق بتروجيت اللي فاز على طريع الجيش في تحديد المركزين الثالث والرابع هادي هم أبطال النادي الأهلي أبطال هيتكتب في تاريخ النادي الأهلي بحروف من دهب اللعيبة دي حصلت على أربع بطولات في موسم استثنائي أربع بطولات في موسم استثنائي الكأس السوبر الدوري أفريقيا كأس مصر وأمام حضراتكم هادي المهندس خالد مرتاجي القائم بأعمال رئيس النادي وأمين صندوق النادي الأهلي مهندس ياسر أمر رئيس رئيس الاتحاد الكرة الطائرة الكابتن عيدة إسماعيل عضو مجلس الإدارة كابتن محمود الفئي عضو مجلس إدارة الاتحاد الكرة الطائرة والكابتن وائل أمديل وحسن عابد هذه المداليات المركز الثالث بيأخذها لعيبة بوتروجيت أمام حضراتكم وهذه الصور التسكرية لفريق النادي الأهلي الصور التسكرية لفريق النادي الأهلي أهو عالمة الفوز وعالمة المصر أربع بطولات منصب استثنائي هذه أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي المهندس محمد الجرحي والكابتن طارق أنديل وقفين طبعا في المدرجات كانوا بيسندوا الفريق موجودين وهذه أعضاء مجلس إدارة ومجلس إدارة النادي الأهلي وراء الفريق وراء فرع الصلاة كلها وادي كابتن خالد العوضي ماشي وادي الكابتن خالد كابتن خالد العوضي بيحتفل مع اللعيبة هذه لعيبي المركز الثاني لعيبي نادي الزمالك بتستلم المدليات هم لعيبي نادي الزمالك أمام حضراتكم مهندس خالد مرتاجي طبعا أمين صندوق النادي الأهلي مهندس ياسر أمر رئيس الاتحاد الكرة الطيرة أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الكرة الطيرة كابتن عيد أسماعيل مهندس محمود الفئي دكتور واقل أنديل والمدير التنفيذي حسن عابد لعيبي نادي الزمالك هم بيسلموا لدي الجميل من معرضها يعني طبعا الأهلي ملك البطولات والأهلي تربع على عرش أفريقيا لكرة الطيرة وعلى عرش مصر لكرة الطيرة رجال حصل على أربع بطولات استثنائية هذا الموسم وحصل على السوبر المصري حصل على الدوري المصري حصل على بطولة أفريقيا من أيام لعيبي نادي الأهلي كابتن عبد الله عبد السلام كابتن الفريق بيأخذ مدلياته وبيسلم على هود ديوف كابتن عيدة المهندس ياسر أمر المهندس خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي طبعا القبولات والأحضان للاعبي النادي الأهلي من مندوب النادي الأهلي وأمين صندوق النادي الأهلي المهندس خالد مرتجي أحمد صلاحي العالمي وهدي حسام يوسف حسام يوسف بيسلم وهدي لاعب النادي الأهلي عبد الحليم عبو رقم ثلاثة وهدي لاعب النادي الأهلي أحمد عزب أشرباجي وادي مروان ده الصافي ابن الكابتن حمدي الصافي يوسف الصافي وادي سيف حسن عبد وادي عبد الرحمن الحسيني أمام حضراتكم هم عبد الرحمن الحسيني محمد رمضان لاعب النادي الأهلي وادي حماد عثمان وادي محمد عبد المحسن أمام حضراتكم هم لاعب النادي الأهلي كتيبة النادي الأهلي اللي حققت البطولات وحققت إنجاز ما هيتكتب طبعا في التاريخ أربع بطولات استثنائية بقيادة المدير الفني الأسباني فرناندو فرناندو منزو الأسباني فرناندو وهذه ويندر لاعب النادي الأهلي رقم 11 الليبلو وهذه الجهاز الفني والإداري محمد عصران رقم 9 وهذه الجهاز الفني للنادي الأهلي عبر أحمن سعودي رقم 15 من النادي الأهلي من أحسن اللعيبة اللي كانت أداءً وخلقاً هذه الجهاز الفني للنادي الأهلي الأسباني فرناندو موسم استثنائي مع الأسباني وهذه محمود محمد السيد المدرب العام ومحمد الحسيني وعبداللطيف عثمان مدير الفريق محمد السيد محمد الحسيني دول اللعيبة النادي القدامة دولة مدربين وده الجهاز الفني أحمد محمد أسامة شهادة فهيم دكتور إهاب فقر الدين إسلام محمد موسى أخصائي العلاج الطبيعي أسامة محمد إبراهيم أخصائي تعهيل محمد شهير الدين مدلك الفريق شريف محمد صلاح أخصائي اليقى بدنية ودول كتيبة النادي الأهلي ولعبي النادي الأهلي أمام حضراتكم احتفالاً بكأس مصر والبطولة الاستثنائية أو الموسم الاستثنائي أربع بطولات في موسم واحد الدوري ثم الكأس أفريقيا وقبلها الصوبر وآخر حاجة كأس مصر أمام حضراتكم كأس مصر هيحمل كأس مصر عبد الله عبد السلام ويستلم الكأس أبطال الدوري وأبطال الكأس وأبطال الصوبر وأبطال أفريقيا أربع بطولات النادي الأهلي شفت الولاء شفت الحب شد عب حليم عبو وشد حسامي يوسف عشين ياخد الكأس مع المهندس خالد مرتاجع أمين الصندوق والاحتفال لعب النادي الأهلي بكأس مصر أمام حضراتكم ويعني حاجة جميلة جدا وحاجة تفرح جدا وألف مبروك لمجلس إدارة النادي الأهلي بخيادة الأسطورة كابتن محمود الخطيب وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي وجماهير النادي الأهلي اللي كانت يعني كنا نحب أنها تحضر هذا اللقاء وهذا الموسم الاستثنائي وتشجع النادي الأهلي في بطولته الرابعة اللي حصل عليها هذا الموسم البطولة الرابعة كأس مصر لأكرة طايرة رجال وحديث جانبية بين أعضاء مجلس إدارة وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد وهذه السور التسكرية مع الكأس بقى اللي عيبة بتحتفل كده بالكأس العالمي أحمد صلاح وعبد الله عبد السلام التوأم اللي بنقول عليه كانوا بيلعبوا في أي حت أهو أحمد صلاح مع الكأس ومع الميدالية الزهبية وهيدي بقى لكل لعب يحتفل بالكأس ويتصور مع الكأس وطبعا ألف مبروك لجماهير النادي الأهلي أهو الاحتفالات بكأس مصر للكرة الطايرة ودايما كده يا ربي في إنجازات وأبطال الصلاة وهذه أعضاء مجلس إدارة الأهلي داخلينه وهو طريق أنديل ومحمد الجرحي ومعاهم المهندس خالد مرتجة أمين الصندوق هيتصور معهم طبعا كلهم هيتصوروا مع كأس مصر مع العيبي النادي الأهلي وطبعا دي حاجة تسعد وأدي معاهم كمان آآ هذه أهو الصور التسكرية خالد العوضي المدير المدير المشروعات الرياضي بيشاور للعيبة كلهم بيشاور للجهاز بيشاور لكل أعضاء الفريق ومعاهم طبعا أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي هذه الجهاز الفني أهو مع الكأس كأس البطولة وكأس الكرة الطيرة للرجال وادي المهندس خالد مرتجي المهندس ياسر أمر رئيسي تحد الكرة الطيرة هذه أهو هذه أهو الأهلي 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 فرحة ما بعدها فرحة تلاتة واحد يفوز النادي الأهلي فيه كأس مصر النهائي كأس مصر على النادي الزمالك ويحصل على البطولة الرابعة في هذا الموسم الاستثنائي أعتقد أن الأزباني فرناندو بنتيز عمل موسم استثنائي أربع بطلات في موسم واحد ده فرحة وإنجازات يضاف إلى صندوق البطلات إلى النادي إلى النادي صندوق البطلات للنادي الأهلي وطبعا نحييكم والمكرفون هيكون مع الكابتن هيسم السعيد وديوفه الكرام في الستوديو التحليلي ومع تحياتي محدثكم دكتور مرهان صالح وإلى اللقاء في مبارياته الأخرى إن شاء الله ومع إنجازات النادي الأهلي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته